في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران كانت تحلق طائرة الهليكوبتر التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافقة لهما الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني عقب زيارته لأذربيجان لافتتاح سد هو الثالث الذي بانته الدولتان على نهر أراس سقطت في غابة ديزمار في محافظة أذربيجان الشرقية في ظل تقلبات جوية وتقص غير مستقر ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية فإن الاتصالات السلكية واللاسلكية والهاتفية انقطعت في منطقة حادث الطائرة التي كانت ضمن موكب مكون من ثلاث طائرات تمكن إثنين منهم من الوصول لوجهتهما لاحقاً وصلت فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة بعد نحو ساعة من الإعلان عن الحادث كما أرسلت عدد من الدول فرقاً متخصصة في طرق البحث وسط أجواء صعبة لتقديم المساعدة من أجل العثور على طائرة الرئيس الإيراني المفقودة جهود البحث سواء من داخل إيران أو خارجها قابلتها ظروف صعبة بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وطبيعتها الجبلية ووجود الغابات فضلاً عن الضباب الكثيف وعقب تمكن فرق البحث من الوصول للطائرة أكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما ترجمة نانسي قنقر